موسيقى متتبعات ومتتبعين موقع الإخباري أشكاين رمضان مبارك سعيد وكل عامين وأنتم بخير مرحبا بكم في الحلقة الأولى من السلسلة الرمضانية اللي غادي نخصها لأسرار من تاريخ اليسار من خلال السيرة الداتية لأحد الفاعلين في هذا التاريخ وهو سيمصطفى البرهما سيمصطفى مرحبا بك الله يبارك فيك شكرا لك ورمضان مبارك لكم والقاعدة المغربة شكرا لك سيمصطفى وشكرا لك على القبول ديالك أنك تشارك السيرة الداتية ديالك مع المتتبعين ديال الأشكاين ومع قاع المتتبعين اللي غايتبعوا هذه السلسلة هذي وكيف قلنا سيمصطفى غادي نحاولوا من خلال السيرة الداتية ديالك كأحد المناظرين البارزين في اليسار المغربي أو اليسار السبعيني المغربي نصل تضعوا على المحطات المهمة في تاريخ هذا اليسار وحتى بعض المحطات اللي مازال يعني نسميها عتمات ياكا سيمصطفى متفقين مرحبا مستعد لكل ما في علمي وكل أرائي بالطبع هذي أردت أن تكون محاولة ديالقراءة موضوعية بالطبع من وجهات نظر ديالي وغادي نحاول ندلي بها بكل ما عندي من معطيات ومعلومات شكرا لك سيمصطفى والبداية باش المتتبع ديالنا بغي يعرف إذا بغي متتبع ديالنا فاني يعرف السيمصطفى البيئة اللي ينشأ فيها يعني الميلاد المنطقة الظروف اللي ينشأ فيها السيمصطفى اللي غي تحول من واحد يعني من واحد فترة معينة إلى واحد المناظر ثم إلى معتقل سياسي اللي غي دوز واحد فترة طويلة من الاعتقال السياسي شنو موكي تقول عليها أنا من المواليد ديال أرجو تسع بي وخمسة وخمسين طبق معا الاستقلال ومن المنطقة ديالولاد حريز فين بتضطف ولاد حريز في منطقة في واحد دوار ديالجولة اللي اليوم تابع الولاد صالح تابع العمل ديالنواصر هو في الحقيقة كان مرة يكون تابع كاريم والدار بعضام مش وقت تابع السلطات جاء الحدود دابا تابع العمل ديالنواصر واللي قريب من برشيد وقريب من واصر ثم فين انشأت في 1955 ثم انطرعت من عائلة قولوا فلاحية ولكن تقاليد هذيك سعادي للعائلات البسيطة وتوسيطة واحد شوية كانوا يخصوا واحد من الأبناء فقط للدراسة والأبناء الخلين يخدمون في فلاحة احنا كنا احنا كنا احنا كنا تمانية اربعات البنات واربعات الولاد انا تزدت تماما في المستشفى برشيد باقي قائم واحد مستوصف صغير لانه كنت اول ابناء وكانت تخوف هذه الساعة الولد ديالي اللي يرحمه جداتي من الولدة الأولى ودهوا الولدة باش تولد في برشيد مع العلم انه نادرا نساء في ديك المرحلة فكانوا يولده في المستشفى في المغرب اخوان ديالي اللي غايوا والاخوات اللي غايوا يجيوا من المعد غايوا يتزادوا في الدار هم هذي احتياج الدار وغايوا بالنسبة ليها في الولادة الأولى وخلاص بالنسبة لما تبقى اللي غايوا توظف الوليد غايوا يتزادوا في المستشفى لكنها تزدت من هذا برشيد وطرع راعت تما في واحد البيئة واحد الوساط فلاحي تحت واحد العائلة اللي كانوا الوليد ديالي اخوه مجوجي الخواتات متالي انا عندي كانت مرس عمي ايامين طوخالتي دونك كانت طالين فيها العاطف والحنان اكتلق الحرية تم مياه حتى ملي دخلت المدرسة كل الامل ديالي هو نكون راعد سارح غير انت كتحضر ده بس مصطافي على ابن البكر كانت تحضر نظرات المغربية ابن الدكر كانت تحضرها بقوة كانت تحضرها بقوة كانت تحضرها بقوة فعلا في البادية كانت تحضرها بقوة وربما ثلاثات من بعد ولكن كانت تحضرها انه يكون الابناء البكر يكون حاضر وتدبرها بقوة اشكال هلش مني نجي هذا الاشكال لان العائلة اللي ما فيهاش ابن كيتم الورثو خوت ديالهاليك والتعصيب تاني العائلة الفلحية الحفاظ على الموروط كانوا دا ايمن خاصهم ابن ضاكار باش يحجب الخوت وغيرهم من الوالتا عصبوش على الابناء وحتى كي يقولوا حتى يحافظت على السمية ويحافظ على السمية تماما بتالي نشعت في هاد البيئة اللي اعطين اهمية المولود بالضاكار وبكر في هاد الوسط كنت مفشش وكانت عزيزة عليها الناس البيئة لانا كان فيها الحرية بغيت نسالي وقس ما بغيت تربيتي في البيئة؟ تربيت في البيئة لي سنوات و تبنيت تربيت في البيئة نقولوا حتى الى 58 59 14 سنين كاريمون ولكن الوالد غادي توظف ماشي فلاح هو الوحيد من اخوته اللي كان يقراه في الجامعة وكان بباهم شارط ليل فقية ما كيقراه في الجامعة يعني انتجتك كان فقية؟ الوالد ديالي كان فقية الوالد ديالي كان فقية وغادي حيث كان هديك الساعة السلكة ديال القراياه كيف تدير كانت قراه في المسيد تدوي السلكة الجامعة تدوي السلكة منورة كتبشي المدراسة عاتقة للزاوية الوالد نمشي هدك الساعة من اللي خرج السلكة مشى للزاوية ديال نواصر ومن بعد غادي يمشي القراويين القراويين هي الجامعة يمشي القراويين مباشرة ابتداء المثمانية وخمسين كانت الدولة خاصة أطور اللي يتخدم في الوظيفة وهو وقرانه أصديقاء دياله جاءوا الوظيفة العمومية شي جاء جاء التعليم شي جاء المطافة وكلها في النجاة الوالد فاش كان موضف؟ الوالد كان موضف في البوليس غادي غادي تخلق لي مشاكل مباعد في الاعتقال يقول يا تاج تاكلت شي تاوند الدار لا دب أنا جوش تعلت أنا أقول أتمنت لي هنا باك فقي ونتمشي تلياسة باك فقي ونتمشي تلياسة باك بوليسي ونتمشي تضد التيار ضد كيف هاش يوقع؟ هادي يوقع من بعد التحولات التاريخية في المحيط هو رغم هاد شي كان رجول لمستقيم أولا وثانيا كانت هذيك ساعة الحركة السلافية لمشي السلافية ديالدابا كان ذيك الحركة السلافية كانت مجد العمال وهو كان فقيه هما كي يصليش ديما كان ملي كان بوليسي كان شوفه كي يصلي ديما واللي كان شوفه كي يصلي تال وصل الاربعين والخمسة واربعين عدو لدوام كانت تعتبر بأنه العمال إبادة ولأنه استقامة هي اللي مهمة وما تديش العباد الله ديالهم تالي واحد تديون نقوله عصري عصري ولا تديون متقديم وهذا هو الحرية ديال الرأي وتناقش معها وتعبر على رأيك زي ما ما كان شي متعزميث نهائيا هذي البيئة اللي نمشأت فيها والتالي من ثمانية وخمسين ديال ثمانية وخمسين كاري وقعت عندي هنا كاري في قصر البحر قصر البحر كتعمليين أنا بحل المغتاريب خسني غيت علين على العطلة ومشي البيئة شكاش بغي البيئة لدرجة أنه أنا ديجا اتناشر عام عندي الشاهدة ابتدائية كتنشي بوحدي من الرباط البادية هذي الدوار في جوالها في أولاد حريز كان نزل في برشيد ومشد مكانية النقل خطاف ومشي الدار وكانت هذي الساعة وكانت خطرات يسفتهم على الفلوس العربية ومشي بهم وكانت الواليد عنده هذي الله يرحمه كانت عنده هذي فكرة يجب أن يكون زعيم يجب أن يزعيم ويكون قد أو في الدرجة المغربية يجب أن يكون الراجل وكانت من جيتي كانت خطرات العربية كل ناغي كانت ساليه هنا في الدراسة من بعد غاديم في الكوليج كانت ساليه في الخردية الماي الخردية الماي مع بداية جوان ما كان ناخدش ناخد نتيجة كان نمشينا للعربية والواليد من بعد خرجه ما هي كانت أجبك في العربية؟ ما هي كانت أجبك في العربية؟ العربية اللي كانت أجبني فيها هو الحرية اللاعب كما بغيتي مع الأقران ديالي في العربية اللي كانوا يقرأوا في المبارسة ديال ديال اللي بدية واللي ما كي لا رقيب لا حاسيب إلا مثال الغداء ما تغداش في الوقت اللعب كي خليه في الغداء ووقت اللي بغيتي تجد تغداء تغداء وفي اللي راك تجد ناس هكذا دولك من صغره كنت عاشق للحرية عاشق للحرية الحرية بدون قيود بدون إكراهات كانت عبتالية كانت عندي ديكرايات وحنين وباقي اليوم عندي الحنين اللي بادي يحاولت ندو وزول أحد أبنائي كان باقي صغير كين يقرأ في الكوليج كانت باقي يقرأ في الغداء وحد النهار قل لي قل لي يا بابا كمبانيار أنا را سيتادان تا عربية أنا را ينديم أنا را بغيش بشي الأربية وكين عدت فهمت بأن ورامين كيش تفرض على حد وحد البيئة ولكن حافظ على علاقات ومزينة مع البادية أهم ديكرايات اللي باقي راسخف عند السنطافة صوف الطفولة دياله في النشأة مع الأسرة صوف البادية اللي كان كمش يقضي فيها معظم الوقت هو الطفل كما كتعود أهم ديكرايات والأهم الأشخاص هاد الدكرايات كانت عندي في المحيط العائلة إلى واسعة العمام كتار والعمات كتار واللي مشيتي عنده لابدت رجع بالبيض والدجاج هذي يتقى علي السمن والدجاج السمن كيعتبره عندك في الدار البيض والدجاج ممكن تديه لابغيت هذيك سعى المدينة وكان كي عجبني السوق كنمشي السوق ديالتنين كنمشي أو تاني كتشوف جو خور كتشوف البدو كانت كانت واحد المحيط اللي مفيش الغربة لأنه أنا مليجينا الرباط ما عندي تعائلة في الرباط من غير الدار كنشوفه تواحد من بعد الوالدة أو للوالد وبتالي أنا أول ما كنفكر فيه هو نمشي الباديوك تنعيش بحرقة هذي الغربة الغربة بالنسبة غريب بعد الوساط هذي بتالي غادي 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 ستين غادي سجلني الوالد في المدراسة غادي سجلني الوالد في المدراسة غير شي دكرة اللي بقى راس خالك الحدود الآن من البدية ما نسيتهاش شي اختراق شي اتجاجة هو الدكريات ديال الطفولة هي تعيش الحقاب ديالها ومبيل الحقاب اللي كنا نعيشوها هو من وراء العيد الكبير كان دورو على العائلات كان جمعو كل دوار كي دور على دوار دياله الدوار المجاورين وكان جمعو الحم القديد وكان ديرو عليه واحد حفلة لنحنا وكان دي ما كان حاولو ندافعو الحدود وبتاني مكا نخليوش الوليدات ديال الدوار والاخرين يجيو يعني ذيك العصبية القابلية العصبية القابلية وبتاني كن نذكر بأنه شي دوار قريب لنا كانوا يجيو وهم جامعي للبيض وذلك شي احنا كنا ناخدوا اليوم كخفطاري مع الريوسهم وبعد غريش يتشك الوليد تهاده من عمي عمي كنت نقول لي ببال انه كانت الوليد ما كانش عنده الولاد كان عنده باقي عنده البنات كنت تذكر الوحيد بين أخوتك؟ لا، أنا عندي أربعات أخوتات وربعات أخوت، ولكن عمي ما كانوش عنده أول أولاد، كنت تبنيني، كنت عمليا عندي جوجباوات وجوجماوات، كنت مفيشش، مفيشش بالزايد، بالضوبل، مفيشش بالضوبل، قلت إن الأب كان من بعض غير موظف الأم، كانت ربّت بيت أو لا حتى هي؟ كانت ربّت بيت، بنت البادية، تزوجت على 16 عام، أنا كنت من بعد، بما يعني نكبر شوية، كنت تطويل، مثل كل خارج جمعات، يتلقوا مع أصحابتها، تقولوا له أشخوك، وكانت زواج مكري، كان مكري، كانوا كي يجوجوهم صغر، 16 عام، مرها صافي، جوجات يتال من بعد، بنات عمي تزوجوه على 16 عام، كانت الظاهرة، كيرا، ما زالها الظاهرة الآن، ما زال حدود لها؟ ، مازال البلادين ما زال أكثر يعني بشكل شائع، وهي من قاتلها كنت ناقش دعم أخص، أحنا جبنا التعصيب وجبنا زواج القاصيرات من هذه المواضيع اللي باقي كنت ناقش إلى يومنا؟ ، حسين مواضيع مواضيع يعني مستمرّة مع السمرار، هذا الوضع اللي هو ما زال قائم، مازال ما تغير فيه هو له، وش الوسط العائلة ربما حيث الأب ديالك كان قري وكان ربما ووظف هو اللي خلاه أنك أنك تنته تقرأ حيث بزا فتع أبناء البادية في ديك الوقت ما كانوا وش كي يقرأوا لا الوليد كان عنده هاد الحرص وإحنا جينا جيت عندي ربع سنين دونك جينا صغار كل شي دخل المدراسة وكل شي دار الليسي وكل شي دار الجامعة ابناته ولاد وكان حريص على كل شي يقرأ كل شي دخل المدراسة كل شي دخل المدراسة وكل شي يقرأ وكان وكان يعطينا حريات الخواتاتي لبناء كانت عندهم حرية واسعة وكانت عندهم شي يتشدد عند بالعكس هو اللي كان كي يحمينا الوليدة كانت تتزير معنا الشغل شوية هو كي يرخف علينا أكثر شمال سنة دخلت المدراسة السينصط العفا أنا دخلت المدراسة ألف وتسعمية واحد وستين واحد وستين خمسة وخمسين واحد وستين دخلت على ستسنين دخلت المدراسة تم درست الحدائق اللي بغيش يجل للواليد اللي قال المدارس اللي كان وحدانا سواء القبيبات درست ألا البنافد الله سواء البحراوي كاريموت ما لقام عامري هاتش في العكاري اه في العكاري سجلني في تم فلق البلاسة شجلني في المدراسة مدراسة الحدائق في ديور الجامعة من العكاري تل ديور الجامعة غير سمحتي لي سيمسطافة هنا إذا سمحتي غادي نتوقف فات الحلقة وغادي نستمرو ناخد واحد استراحة ونستمرو في الحلقة الثانية اللي غا نهضرو فيها على المدراسة والدراسة ديارك وكيف أشكات المدراسة العمومية أنا داك إذا سمحتي ممكن طيب سيمسطافة موسيقى موسيقى